من فرحتي بالجناح العسكري في معرض الصناعات العسكرية عندما نصنع الطائرة بدون طيار فهي مفخرة وخاصة أنها طائرات العصور الحديثة عندما نصنع صواريخ متعددة المسافات والمهمات والمعروفة باسم الصواريخ المساحية عندما نصنع أجهزة الإبصار عندما نصنع أيضا ناثر الألغام صاروخ يطلق لكي ينشر الألغام ضد الدبابات نتحدث عن الهيئة العربية للتصنيع تلك الهيئة التي أنشأتها جامعة الدول العربية على أرض مصر بأموال سعودية إماراتية قويتية وتقريبا في عام 1974 قامت دول الخليج العربي بالتنازل عن حصتها كاملة لمصر كهدية منها لمصر عندما تقلد الفريق عبد المنعم الطراس قيادة الهيئة العربية للتصنيع حقيقة كان العمل على قدم وساق وهذا لا يجعلنا نغفل سابقه الفريق عبد العزيز سيف قائد الهيئة العربية للتصنيع السابق الهيئة العربية للتصنيع قدمت مدرعات وقدمت عربات خفيفة للعمل في حروب العصابات وقدمت طائرة التدريبية التي يقوم الطيارين أو طلبة الكلية الجوية بالتدريب عليها أثناء تدريباتهم وهم طلبة بالكلية أيضا الطائرة بدون طيار الأخرى سلاسة أنواع للطائرات بدون طيار قامت المصانع الحربية بإنتاجها أنا آسف قامت الآيئة العربية للتصنيع بإنتاجها الأخيرة منها هو عمل مشترك مصري صيني الخبرة المصرية والصينية أن صهرون في بوتقة عمل واحد ينتج طائرة بدون طيار يقول البعض إنها واحدة من أفخر الطائرات بدون طيار في العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر